انقذت الهدنة في سوريا دون الإعلان عن تمديدها انتهاء الهدنة يأتي وسط ارتفاع التوتر بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية الضربة الجوية التي نفذها تحالف الدولي ضد مواقع الجيش السوري في دير الزهرة سافر سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن ضربات التي استهدفت الجيش السوري تبرز مدى تآمل الولايات المتحدة مع داعش وأضعف مما يدل بشكل واضح على وجود تنسيق مسبق بين داعش والقوات الأمريكية وعلى أن الدعاء الإدارة الأمريكية بأن ما حدث هو عبارة عن خطأ غير مقصود إنما هو الدعاء كاذب القصد منه التملص من تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن شاحنات المساعدات التي كانت من المنتظر أن تتحرك إلى حلب صباح الأحد تأخرت مرة أخرى إلى ذلك أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الأوضاع في سوريا تتدهور يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر